يعني الملف الواضح أن هناك سعات مهربة العراق موقع جغرافي ستراتيجي لعبور السعات ويمكن أن يكون إرادات غير نفطية من خلال السماح بعبور هذه السعات وهذا الانترنشنال قيت يفترض أن يكون هو نافذة لضبط حركة انتقال الحزم داخل الأراضي العراقية وعدم السماح بمرور الحزم المسروقة والتجارة بها بالتأكيد وكذلك الإشراف على الشركات التي تقدم هذه الخدمة أن يكون لديها حسابات مصرفية وأن يتم ربط المستهلكين بالشركة بشكل أرقام حسابات لكي نعلم أن جوتة الخدمة وأن المستفيد النهائي وواضح وأن المجهز هو المصدر واضح فتتبع حركة السعات من المنتج إلى المستهلك مطلوبة لأن الأمن السبراني كما تفضل الضيف بالتأكيد يساعد جهاز الأمن الوطني في معرفة سلوك المستعمل والمحتوى وطريقة تفكيرة فالموضوع يرتبط بجانب تنظيم سلوك المجتمع لا ليس فقط الفساد الذي يعيق عملية الانتقال للمراقبة نأمل أن يكون هناك استثمار في إدارة هذا الملف لأن عملية التحوط وعملية معرفة من هو المستهلك وما هي رغباته وأن لا يكون هناك قطع لهذه الخدمة إذا استطعنا في تكوين حزم علمية حزم ثقافية غيرها يمكن أن يكون هناك إشراف متخصص لكي نقدم معلومات إضافية لهؤلاء المهتمين الفضاء عام والعولمة هي بالتأكيد ماضية لكن المجتمع العراقي يفترض أن يؤثر بإطار ثقافة محددة لا نسمح لكل الثقافات أن تغجوا خاصة الفئات العمرية الصغيرة لأن ذلك يؤدي إلى أضعاف قدرة المجتمع على الحفاظ على مجموعة القيم التي يمتلكها